بكم مجددا وإلى الأخبار مباشرة حيث أقام مجلس إدارة قناة الهلال الفضائية يوم أمس احتفالية رائعة بمناسبة إيقاد القناة لشمعتها الخامسة وسط حضور نوعي كثيف تقدمه قادة الإعلام والرياضة حيث استقبل الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردنار رئيس مجلس إدارة القناة والأستاذ فاطمة الصادق ضيوفهم بكل بشر وترحاب وتواثق الجميع على السير في درب تقديم رسالة إعلامية ناضجة هذا وكانت روح الفريق هي السائدة فالكل كان في حالة احتفاء بضيوف القناة من لدن المدير العامل أستاذ فاطمة الصادق وحتى أصغر عامل بالقناة شكل كل المنتجين والمذيعين حضورا بازخا وكل أدل بدلوه ورمى بسهمه حتى خرجت الاحتفالية بتلك الاحترافية التي شهد بها كل الحضور أيضا أعلنت بثينا دينار وزيرة الحكم الاتحادي السوداني أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتسليم المتهبين لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي وفي انتظار تكملة إجراءات التسليم التي تتوقف على إجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية التسليم حتى توفق الحكومة أوضاع تسليمهم هذا واعتبر رئيس حزب الأمة القومية السوداني فضل الله برما ناصر أن أي عمل لإسقاط حكومة الثورة العظيمة هو خيانة عظمى للوطن متهما جهات بأنها تعمل في الخفاء لإعادة السودان إلى حقب الشمولية والديكتاتورية المظلمة هذا وجاء ذلك في تصريحات أدل بها ناصر أمس السبت وقال رئيس الحزب الأمة القومية المعارض أن المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء مؤخرا هي المفتاح لكل القضايا الخلافية في السودان وأيضا أكد أنها تتناول كل التحديات بشفافية كابلة وكذلك المبادرة جاءت في الوقت المناسب وتناولت الخلفية الأساسية للمشاكل السوداني والتحديات الأساسية التي تواجه الانتقال خاصة الخضايا الاقتصادية والأمنية وقضية العدالة الاجتماعية وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والتصدي لمعاشي الناس وتكملة مؤسسات الدولة في مقدمتها المجلس التشريعي إضافة إلى قضية السلام وتسوية مساره من جهة النخرى قال وزير الرئي المصري محمد عبد العاطي أمس السبت إن كفاءة سد النهضة الأثيوبي يمثل المياه فقط وتخزين المياه فيه أضر للسودان هذا وأوضح عبد العاطي في تصريحات صحفية أن الدليل على كلامه هو إلغاء أربع توربينات من السد لعدم الحاجة إليها من بين 16 توربينات لأنها غير قادرة على الإنتاج للكهرباء مرشرا إلى أن أثيوبيا أنشأت خمس سدود ومصر وافقت عليها كما أن هناك أكثر من سد تم بنائه على النيل الأزرق ومصر لم تعترض هذا وأشار وزير الرئي إلى أن ملأ سد النهضة منتصف العام الماضي بخمس مليارات متر مكعب ما هو إلا شوء أعلامي ولو تأخر شهرا ما أثر على السودان هذا وخفف من أضرار التي حدثت لأن التخزين أضر بالسودان مرتين وعن الموقف السوداني أوضح وجود حالة قلق لديهم بعض الذي حدث العام الماضي حينما شرعت إثيوبيا في ملء خزان السد دون اختار السودان التي فرغت سدودها ومع توقف المطر حدثت أزمة للسودان ومياه شرب قطعت عن الخرطوم وحدثت مشاكل عديدة وترسبات في مجرى النهر ونوه أنه في الشهر التالي له حدثت سيود ضخمة مع الفيضانات وهو ما تسبب في مشكلة للسودان ولو كان هناك تنسيق لما حدثت أزمة خاصة أن ملء سد العام الماضي لم تستفد منه أثيوبيا لأنه كان بغرض سياسي وليس له هدف فني أيضا قال حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام أن القرارات التي اتخذتها مجلس الوزراء اليوم قضعت لنقاشات مستفيضة وبحث من القطاعات الثلاث للمجلس هذا وأشار في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بوكالة السودان للأنباء أن القرارات غطت محاور السلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية والعدالة مشيرا إلى اجتماعات مجلس الوزراء بأكاديمية الأمن بسوبة والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام هذا ونقش خلالها كافة القضايا بالبلاد مبينا أن القرارات غطت جميع الموضوعات معربا عن توقعه أن تشهد فترة الستة أشهر القادمة تغييرا كبيرا في الوضع الاقتصادي بالبلاد هذا وقال جميع الإجراءات المتخذة تشير إلى حدوث انفراج في الأيام القادمة وفي أشأن الرياضية المحلية اكتسح الهلال الشرطة أبو حمد بأربع أهداف مقابل هدف في بطولة كأس السودان بهذا النتيجة تأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس السودان سجل للهلال نزار وسليم ومحمد عبد الرحمن عبد الرؤوف فيما سجل لأصحاب الأرض النذير الهدف الوحيد للشرطة أبو حمد وقيمة المباراة بمدينة أبو حمد بولاية نهر الديل وسط حضور جماهيري كبير إذن مشاهدين نهاية هذه الجولة الأخبارية والعودة إلى الزميلة معزة دسوقي في استيديو الموجة الأزلق أهلا وسهلا بك مجددا الزميلة معزة دسوقي شكرا سيفا العبور شكرا على هذه النشرة الوافية والضافية شكرا جزيلا للتقوية مجددا في نشرات إخبارية أخرى وماراتاري كل سنة وانت طيب